صانع المعجزات حتى الآن حتى الآن والمعجزات تبقى المؤمنين هقول على اختبار كمان حلو قوي على نوع الصانع وصانع المعجزات مرة بنت جاتلي في كليسة بعد اجتماع شباب وشبات وبتعيط مالكة بنتي قالتلي بنت خالتي سنها مش عاف كم وعشرين سنة 223 و تعبنة جدا وفي في مستشفى دار الفؤاد دار الفؤاد ده مستشفى استثمالي وغاية كمان جدا ف فبيعالجوها في المهم امبارح الدكاترة جابوا أسرتها جابوا الأسرة وقالوا لنا بنتكم ميتة إكلينيكيا وانتوا بتفعوا كل يوم ألافات فعنا صعبان علينا ان احنا نستفعوا كده لازم نقول لكم يعني يا دكتور قال لهم هي ميتة إكلينيكيا لو شرنا الجهاز الأجهزة من عليها حتى اخذوها تدفنوها عايزين ندخلوا الأجهزة براحتكم عايزين نشيلها براحتكم بس عطيطوا إكرار يعني كنت قلتوا رابطوا شير الأجهزة عشان ما حادش يلومنا فقالتوا بدينا فرصة البكرة يا دكتور حين يرد عليك قالوا ماشي بس أنا حبيتها رايح ضميري من جهد كنت بتفعوا فرصة وعرف واضي هي ما يتأكل لكيان كل الأجهزة بتاعت جسمها وقفت كل أجهزة جسمها وقفت المهم فالبيت قايت لي هذا الكلام وقايت لي يا بونا الأسرة كاللي فيت لنا أجي أقول لأدسك النور ده في الاجتماع إيه رأي أدسك نشيل الأجهزة ولا نسيبها قلت يا بيت وانا مالي يعني دي حاجة تخص الأسرة وتخص الدكاترة أنا إيه داخلي في الموضوع هتقول لي صلي قلت لأ هتقول رأيك يا بونا نشيل الأجهزة اللي هتقوله هننفذه وده اتفايل الأسرة الكلمة هتطلع عن بقك دي يبقى من ربنا ده ثقاتهم كده يعني شيلوا الأجهزة حتشيلها سيبوها هنزبها قلت لأتب استان يا بنتي وفزت الناس شباب وشابات وافين حوالي في آخر الكنيسة وقفت رفعت إيديها وغمّت عناية وتوسلت لربنا وتقول رب يا صلى المسيح هم عندهم ثقة في الكلمة هتطلع عن بقي وانا مش عايز أقول رأيي شخصا ماليش رأيي شخص يا رب انا مش عارف أتكلم مش هقول إيه يا رب أرجوك أنت ضعفي قلبي وعلى لساني اللي أنت عايزه وما شئتك أنت عايز إيه أرجوك يا رب لقيت صوت قوي جوايا بيقول لي سيب الأجهزة وروح تمكرر الصلاة تاني قلت حسنا يكون فكري من عند لقيت نفس الصوت بقوة جديدة جدا جدا جوايا بقولك سيب الأجهزة فتحت عناية قدامهم كلهم قلت لأ بنتي سيب الأجهزة قلت لأبونا بقولك ده ما يتأكلناكيا قلت لأ أنت عايزة مني إيه أنت عايزين تسمعوا مني قلت لكم سيب الأجهزة عشان لأ بنتي تموت قلت لأبونا مرهبين اللي قال لنا سيب الأجهزة وشلوا تقومها من عليكم يا بنتي ربنا عايز دي ما يفهم معهم أجهزة قلت يا ريت يا بونا يا ريت لا تدعوا شي سينا قلت يا طيب خلاص سيبوا الأجهزة بنتي سيبوها ما تفلوهاش قلت لحضر يا بنتي بلغوا المستشفى كلمة كان يوم خميس سيبوا الأجهزة خلاص ماشي في نفس اليوم صدقوني يا أحبائي جمح أكون قصة في الكنيسة عندي في نفس الليلة في نفس اليوم بالليل في نص الليل واحدة قعدة دكتورنا بطسية معاها في قط العناية المركزة أعلم معاها في نص الليل حول الساعة 2 بالليل والبت دي الدكتورة دي محجبة كمان فبسط عشان تبقى الموجزة أكيدة قوي ودي حكاة بقولها عليها وأقولتها قبل كده وهفضل أقولها لأن دي صانع الموجزات هو الصانع نصنع لك يبقى يصنع فيش حاجة صعبة عليه إطلاقا بس فالمهم هو يقعدة حول الساعة 2 بالليل كده بسطلت باب القط العناية بفتح فطمعا فاكرا فيه دكتور مشرف ولا بتاعه جاي مر يعني زي اللي بيحزن بسطلت وحدة شكل العدرة مريم بالزبط بالزبط بلبسها بشكلها فالبنت المحجبة دي الدكتورة قلت لها اسم الله الرحمن الرحيم ده انت فولة وتقسد من ستينة مريم مش ممكن ده انت صورة وتقسد منها من ستينة مريم فبسط لها وقلت لها إيه أنا العدرة مريم بابتسامة كده البنت طبعا حصل لها يعني ثبات وسكت يعني مش قادة تحبقى بكلمة واقفة قدام العدرة مريم شخصيا كأنها لسه ما انتقللش للسماء البنت طبعا وفي نفس الدقيقة العدرة مريم توجهت للبنت قتلها قوم يا بنتي قومي رحت قيمة قاعدة على السرير وشاربوا الأجهزة منها وقتلها قامت صلاة قوية من أجلك وابن الحبيب بقاتني ليكي عشان ترجع تاني وتعيش في الدحاية لسه وقامت البنت وقعد طبعا بنت قاعدت تعيط وتزرغت والمحجبة شافت بعنيها وقعدوا متانيات ودموع وهيصة وصريخ وبتاعها جوم للناس وتلمت المستشفى والمسؤولين ايه الحكاية لو البنت قادة على سيوه وقع مع الزدرة متانيات في الأرض ايه ايه فيه ايه افتكرة صحة وتويت فالبنت المحجبة وقعت لهم حصل كذا كذا وشفت بعنيها والعذرة جات بنفسها وعملت كذا 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 وقامت البت من الموت اتصل طبعا بالمستشفى بالأسرة في الفجر وقال لهم تعالوا يخدوا بنتكوا فافتكروا النهار يخدوا بنتكوا يعني ايه ماتت فقالوا ماتت قالوا لا 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 دا حصل معجزة كبيرة جدا والعذرة مريم أم الله أم النور جات بنفسها وقومت البت من الموت بشهادة الدكتورة في المحجبة وكانت فرحة كبيرة جدا عريمة عند الأسرة وعند الأرايب وعند الأصدقاء وفي الكنيسة عندنا فرحة غير عادية صانع الموجزات هو صانع الموجزات لا يصعب عليه أي أمر ميتة كليكيا دي عند الدكتورة لكأن الله لو عايز يعمل الموجزة بيعمل أنا بقول لكم وقائع مش حاجات في كتب مش قصص انتهت كتبت في كتب وخلاص أنا بقول لكم في العصر الحديث بتاعنا قدام عناية وحاجات قدام الناس كلها قدام الكنيسة حبائي هو صانع نصنا عليك سلاسل من الذهب هو صانع الموجزات يا حبائي